أنت حتى تفتح حساب لازم تروح الموضوع مال غسيل الأموال يعني فد إجراءات ويجوز شهرين ثلاثة وبعدين يجزع المستثمر ويروح يشتري دولار من السوق ويوديها بالصيرفات ويجي ليش ما هو المستثمر هم ما يفتهم؟ شو؟ يطمالات الولد ويعبره هي هذه مو أهسة وماكو شي بعد ما بدون ما ينطي أنا أحتسن قلو عالم سوداء لا 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 كلامك صحيح وكل الحوالات ما تعبر كرم هذا شركوا بي هذا شعب كريم ورجالاته كرماء لازم يوزهم هذا الموضوع خلنا نكون صريحين هذا الموضوع موجود هذا الموضوع موجود بس أنت انطيني الموافقات الرسمية وأنطفقها هم ما يخالف بس خلي أعبرها هذا جانب جانب الآخر مثلا تجي للإعفاءات اللي هي بين الضرائب يعني فد فد دوائر متعبة متهالكة مدى تساعد بهذا الباب فلذلك بالتالي ماكوه نوب المشكلة الأخرى أستاذ نجيم ياخذ الطلب هذا اللي قاعد بالنافذة الواحدة المفروض ياخذ الطلب ويروح للوزارة يجيب لك موافقة لأن انت ممثل عن هاي الوزارة أو عن هاي الدائرة اللي تروح للطلبات وممثل جاعة إذا ما تلحقها انت وتضطي المالات حتى يجيب الموافقات لذلك يشوفها المستثمر ما يدور عن النافذة الواحدة هو بنفسه هو الإجازة ليس باسمه وهو يفتر ويصرف أموال على مدى يكمل الموافقة إذا أنا أصيغ على اللسانك وصلح لي إذا أنا أكون خطأ الدولة أو الحكومة هي التي تعطل النافذة الواحدة التي تكون سببا لتشجيع الاستثمار بسبب أن ترتش مؤسسات الدولة أنا آسف مار يعني مو من باب التصحيح لكن مؤسسات الدولة وأكو دوائر بالدولة هي المسؤولة عن هذا التأخير ولذلك يضطر المستثمر أما للذهاب للرشوة أو لترك الإجازة وكل إجازة أنا هذا الكلام وخلي اسمع دولة رئيس الوزراء كل إجازة تجاوز سنتيا يلا يحصل عليها أنا ذاك اليوم انطرح موضوع الحقيقة موضوع أنه الاستثناء أنا محل استثناء بس الاستثناء يا دولة رئيس الوزراء الاستثناء خلي يكون للشركات الفعلا الرصينة لأن هذه الاستثناءات اللي دي نمطيها للشركات هذه كان المفروض من الشركات الكبيرة والرصينة اللي فعلا بعدين يشادلها بالبناء أن هذه الفرصة الاستثمارية جيدة بس أكمل هذا الموضوع أكو أدوات وأكو أشخاص دي يستغلون هذا موضوع الاستثناء وبالتالي بعدين رح تعلق في رقبته أريد رسالة منك الآن لدولة الرئيس وأنت نائب رئيس لها يوم نعم نائب رئيس قل لدولة الرئيس إحنا وظيفتنا أن نقدم خدمة قل لدولتك ومؤسساتك كيف تأخذ الرشوة لتعطل الاستثمار الآن يسمعك حتى باتشر لما نتعاتب نقول لها جبنالكم هسا قد يكون هو ما عد بجال يشوفكم أريد رسالة صريحة لرئيس الوزراء أنا من خلال قناتكم المؤقرة أتكلم مع السيد دولة رئيس الوزراء الأخ أبو مصطفى أريد أن أكلم بهذا الموضوع إحنا أخوتك سادة النواب وبالخصوص في لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إحنا معاك في هذه الخطوات ونحث على أن نكون العراق بأجاذبة ونكون الشركات الكبيرة والعملاقة والشركات الرصينة في العراق ومع هذه الاستثناءات من أجل هذا الموضوع لكن هذه الاستثناءات يا دولة رئيس الوزراء بدت بعض الأدوات والشخصيات التي تعتمد عليها في الوزارات وفي المديريات بدت تستغل هذه الاستثناءات وبدت تعطى الإجازة الاستثمارية إلى شركات غير رصينة وأنا مستعد أجيب الكيام ملف كامل وبالدليل القاطع إحنا مع خطواتك هذه الجيدة لتكون البيئة جاذبة بيئة العراق جاذبة استثمارية لكن هلت انهل بالمستثمرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر